اشتركوا في القناة اول ما نزلت هذه التحديات كان في عندنا مرحلة اللي هي يربح انتصارا ملكيا كيف تسوي التحدي هذا انك انت تفوز في البتر رويل بناء او بلا بناء تجيب انتصار ملكي بعد كده جانتنا التحديات الاسبوع التاني اللي هي بدأت حروب الاستنساخ لكن هذا التحدي كثير من الاشخاص ما سووا التحدي هذا بسبب انه صعب لانه في بعض الاشخاص لعبهم على قدهم صراحة فما يقدروا يجيبوا انتصارا ملكيا يعني ما يقدر يربح انتصار ملكي نهائيا تمام في التحديث المحتوى اللي صار يوم التلتاء تسعة مايو عدلوا على هذا التحديث لانه نزل امس تحديث صيانة وصارت بعض التعديلات فعدلوا على هذا التحدي فالان التحدي هذا تقدر تسويه عن طريق طورة دمدمة اذا انت دخلت طورة دمدمة وجبت انتصار ملكي حيسسوا معاك التحدي انا نزلت المقطع هذا ليه لانه كثير من الاشخاص ما يقدروا يجيبوا انتصار ملكي في البتر رويل في ناس كثيرة لعبهم على قدهم صراحة تمام فطورة دمدمة تقدر تجيب في انتصار ملكي بطريقة جدا سهلة طب خلينا بيلكم طورة دمدمة كثير من الاشخاص رسلوا لي في التعليقات ايش هو طورة دمدمة لاحظوا معايا تيجي هنا هذا هو طورة دمدمة شايفينه تقدر تسوي فيه تحديات كثيرة يعني انا سبعين او خمسة وسبعين في المية من التحديات دائما نسويه في هذا الطور ايش نظام الطور هذا يدخلوا خمسة عشر ضد خمسة عشر وتلعب كل ما تموت ترجع كل ما تموت ترجع فتقدر تسوي كثير من التحديات في هذا الطور مثلا زي الدمجة الكثير القتلى الكثير تمام فطورة دمدمة تقدر تجيب فيه انتصار ملكي بطريقة جدا سهلة يعني ألعب جيم ما جيب جيمين ثلاثة اللي ما تجيب انتصار ملكي يسوه معاك التحدي فانا نزلت المقطع هذا لبعض الاشخاص اللي ما هم قادرين يسوه التحدي فهذا الشيح يكون مرة سهل بالنسبة لكم انكم انتم تقدروا تسوه التحدي لانه التحدي هذا ضروري انه انتم تسوه لانه يكتمل معاكم الخط هذا كل تحدي لو نقاط وهذا التحدي لو نقاط ميتين وخمسين نقطة ميتين وخمسين شارع فالميتين وخمسين شارع حتفيدكم في الخط عشان تربحوا جوائز اسرع فهمتوا كيف؟ كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا السخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع اخر وفامان الله اشترك في القناة اشترك في القناة